كيف يمكن التأسيس لمجتمع قابل لممارسة تقنية صبر الآراء؟ إشكالية يترجمها غياب أو تقييب هذه التقنية في مجتمعاتنا تقنية أضحى تأثيرها فعالاً في تقييم أو استبيان الآراء حول مختلف القضايا صبر الآراء يبقى دوماً وسيلة مهمة جداً معتمدة ومن بين تقنيات اتخاذ القرار المعتمدة في كل الدول للأسف بقية هذه التقنية نوعاً ما تراوح مكانها في الدول النمية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة مثل هذه الفضاءات تفتح المجال واسعاً أمام ممارسة أكبر لصبر الآراء في المجتمع الجزائري دون إغفار الوقوف مالياً أمام مصداقية هذه العملية الهدف المؤسسة ميدان سورفاي هو إسراء وتحسين أداءها في ميدان الاستشارة وفي ميدان تطوير أدوات القياس والصبر الآراء وهو مهم في الاستشارة الهدف الثاني هو بناء لا بناء نكون لدينا تطوير أدوات القياس والصبر الآراء في إرسال صناعة صبر الآراء حقيقية في الجزائر قضية صبر الآراء تبقى محل جدل لمثل هذه الأسباب هو كيفية تطبيق هذه التقنية في الواقع تطبيقها في الواقع يتطلب منه احترام ميليهاجية تبدأ من البداية من اختيار العينة من تكوين المحققين في الميدان من جمع المعطيات من مراقبة طريقة سير جمع هذه المعطيات في مجتمع استقال أفراده بشكل يكاد كليا عن جوانب الحياة قد تكون إعادة التأسيس لرأي الأفراد حتمية للحوكمة السياسية وكذا الاقتصادية